قبل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم فتح أجواء المملكة لجميع النقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم إنه في إطار حرص السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو عام 1944 التي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة منصة عالمية تربط القرات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي تعلن الهيئة العامة للطيران المدني قرار فتح أجواء المملكة لجميع النقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء